حتى هذه اللحظة الخلاف والانقسام داخل البيت الشيعي واضحاً ولا يحتاج إلى جهد حتى تكتشفه فيما إذا استمر هذا الخلاف في إيجاد المكلف إلى أين سنذهب؟ بدان تحية إليك ولا بد أن في بداية حلقتك الرائعة أن أقدم التهاني إلى نساء العراق بناسبة يوم المرأة العالمي وأخص بالذكر في مقدمة أمهات شهداء ثورة تشرين حقيقة وإلى كل البطلات العراقيات التي أكملنا وتقدمنا في بعض الأحيان عن دور أخيهنا الرجل في هذه الثورة المباركة ولولا المرأة بكل عنوانها وعطائها ما كان تم استعادة هوية الوطن في طريقنا إلى استعادة الوطن وفي سياق ما تفضل فيه أنت جنابك هو يقع السؤال الأكبر خلث ثورة تشرين هي تختزل بحكومة أو بعنوان رئيس وزراء يأتي هنا أو يذهب هناك هذا الخطأ الكبير الذي وقع فيه الطبقة السياسية التي تفضلت عنها أنت في الحديث أنه حكمت العراق منذ عام 2003 هذا اختزال لكل مشاكل العراق صحيح هي الحكومة وخصوصا في الحكومات السابقة فقط حكومة سيد عادل عبد المهدي كانت مسؤولة عن كثير من الخطايا وحتى عن الجرائم كثير ملفات ممكن أن تفتح صحيح هذا ولكن لولا العمق في الخلل الكبير في هذا البناء السياسي اللي حصل بعد 2003 والأسس اللي قام عليها ما كانت الحكومة اللي هي انعكاس طبيعي لعمق الأزمة العراقية هذا واحد اليوم القصة ليست فقط هي الأزمة عند البيت الشيعي السياسي طبعا ولا عند البيت السني السياسي أو البيت الكردي السياسي القصة أنهم فقدوا البوصلة وأكد لك هذا بكل دليل طبعا عدة عوامل جعلتهم يفقد البوصلة ولا ما تحصل مثلا على سبيل المثال لو جينا إلى المكلف السيد محمد توفيق الأخير نتحاكي موضوعه بالأنصف نتحاكي على الأقل لا نحاكي خطابه إحنا نحن لدينا علاقة لا لدينا علاقة فيه ولا كذا ولا جاي ندافع عنه خطابه يفترض أن كان يسند من القوى السياسية لأنه كان طوق نجات بالنسبة لهم كان طوق نجات الآن وقعه في أزمة أكبر أنا الحقيقة كنت تخيل في أي لحظة من اللحظات رغم أنه أنا كنت معتقد وتعرف أنه لن يمر لأن أعرف طبيعة الترتيب اللي حاصل لكن هم خطأ وخطأ أكبر كان يعتقد البعض إزاحته ممكن أن يتمكنه من أن يدير الدفة بالشكل اللي هو يرغب فيه هذا ما رح يحصل اليوم الأزمة صارت أعقد أكبر بدليل حتى أربط لك الحدث شيء بشيء حتى زيارة شمخاني أنا بتقدير هي استدعاء استدعاء من القوة العراقية الشيعية يعني بهذا المعنى تعال خلينا فضل الأزمة استدعاء من استنجاد طيب النتيجة يقع في طريق الاستنجاد يعني أنه إحنا غير قادرين بمعنى غير قادرين ما رح نقدر أن نوصل إلى الاتفاق وخاف نقع في نفس الخطأ مع السيد محمد توفيق خاف هم نجيب شخص تجيبه جهة معينة مثلا من البيت الشيعي وترفضه جهة أخرى والآن أكويتش مماحكات يعني